هل يجوز لمأموم أن يكون إماماً إذا كان متأخراً عن بعض الصلاة؟ هل يجوز المأموم أن يكون إماماً؟ مثل حدث حادث عن الإمام فاجتنبه الإمام وقدمه ويصلي بالناس؟ لا بس يصلي بالناس فإذا انتهى الصلاة وهم يكمل ما فاتح هم يسلموا فيه هل يجوز لمأموم أن يكون إماماً؟ إماماً إذا كان متأخراً بعض الصلاة؟ يعني المأموم نفسه مسبوكاً يعني بعدما تفر الجماعة أحد المأمومين يأم من جاء المتكناة يعني مسبوكاً يعني مسبوكاً لا بأس لا بأس لكن توقف ذلك أولى لو فعلها لا صح الصلاة الصحيح لكن توقفها كل واحد يثل النسة المسبوكين كل واحد يثل النسة أولى لأن الرخوص السنة لما فاتت وركاتهم مع أن ترهاب العوب كانوا في السفر في ألبة تبوت فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لات يوم يطني حاجته صلاة الزجع فلما تأخر عن الناس أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن الحول فصلى بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا ركعة فأراجع عبد الرحمن يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن يكمل صلاته وصلت معاه النبي صلى الله عليه وسلم مع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم عن مهية فق ῰ق footageهم ولم يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بل صلى كل واحد تركها لكي لا تت هذا الذي ينبغي من النسات وبعض الصلاة أنه يصلي لنسه يكمل لنسه والآخر يكمل لنسه وهكذا لا يهم واحد أحدا منهم كل واحد يكمل لنسه إذا كان الإمام يعرف ان ها الناس الجو ما يعرفه القراءة الفاتحة الإمام يعرفه كل يصلي لنسه وهو بني يعلمه تعلمه بعدين ما يصلي لنسه تعلمه بعدين ما دا وخاتهم بعد الصلاة صلوا لنفسه صلوا لنفسه كل واحد يكمل لنسه وتتعلمه بعد ذلك يعرفها يتعلمها وقت السعر نعم